اشتركوا في القناة صديقاتي يا صدقائي غصبا علىك شو نبقى نستمر بهذه القاعدة وارجع شوية اشوف آآ صباحتي اهلا وسهلا بكم لايش لايب هاي تغيرات الجو ماسكتنا بصراحة اريدت ما اطلع بس قلت لازم اطلع فلذلك قد يكون الحديث قصير وقد اجل به بعض الاشياء المهم تحياتي لكم شكرا من القلب واعبر عن فرحتي وساعاتي باستجابتكم وتفاعلكم خاصة مع المنشور الاخير اللي تحدث بي عن حلم الجنة والاوبرايت التشريني خاطر اكتبتها على سرعة مقاطع شعرية متواضعة ما توقعت هكذا ستجد آآ مكانا في قلوب العراقيات والعراقيين وهذا يثبت ويدخب من يقولون تشرين ماتت أو تموت ماتي قال تشرين تموت مستحيل هو ميد وإن كان يتنفس المهم مسألتين عدا هذه حابة تحدث فيها الأولى وهو في الأسبوع الماضي في الأسبوع الفائت كما يقولون آآ بدت إشارات وهذا شيء جيد يعني أحيانا أنا أعطي آراء قد تبدو قاسية أو قاسية عند البعض لكن اليقين مو قسوة الحقيقة ليست قسوة عندما تطرح حقيقة أنت متأكد منها مثل ما في اليوم قلت أنت شايف له لا يقول شفته ما عليك بالآخرين شي يقولون دائما أكد بأن هناك ضعف وهياب بحضور المثقف العراقي الذي يحترم الشارع الغير مؤدلج بالعراق شارع الذي انبثقت منه تشرين شارع الذي لم يتعثر بالأدلجات الحزبية والدينية والمذهبية والطائفية هذا الشارع الذي ما عاد بس هو يدير باله على نفسه وإلا غياب صوت المثقف بالعراق بهذا الوقت عملية محيرة المثقف بالمعنى المثقف اللي تعرفونه ودعنا نتكلم عنه مو هذا المعنى الشارعي أو المعنى القاموسي اللي أتويه المدح الذي قرأناه وجدتنا رسائل كثيرة شو بصاحبك فلان شون مدح مال الجادرية وشو بصاحبك فلتان فعلا حقهم نحن صراحة يعني أكو مو نشر للوعي والنقد أكو نشر للزملنة والرضوخ والتمجيد حتى من بعض الأسماء التي كنا نعمل بها خيرا شنو امتلأ تويتر والفيسبوك والمقالات إنه المرجع استقبل هؤلاء وراحوا من الجادرية وحد مشكلتك أنا بس ألسل سؤال لكل هؤلاء ما رد أختار دولة جدا دمقراطية رد أختار مصر يعني مصر وأنت واحد يجي مصري يتجاوزون على أرضي ميل ما كانوا يرحون الشيخ الأزهر ما عرف اسمه يرحون الأزهر يرحون للدولة والقانون ماذا يعني إنسان يظلم من جهات عسكرية وعدة دولة ويرح يحاول يحلها دينيا وعشائريا شنو معنا شنو معنا كيفين لكم دولة يعني ترون احتقار الدولة بأعينكم واضح إصابات بشكلها معمم ألكن مرجع تجي تعتدي على أرض المواطنين فيعتبر متفضل من يرحول المواطنين شكوله من عصابته ما يرحل القانون أما في أوروبا يعني بريطاني واحد يجي تجاوز بكل ما بأي شكل مش كانت تجاوز أروح للكنيسة أروح ألقى عليه قسش تكيلة أقوله وتمجدون هذا الجانب رغم أن هذا الجانب يؤكد ما أقوله دائما بأنه هو الحاكم الأعلى قالت هذا الرادود والعباس وأنا قلتها من زمان والعباس أقول الله الحاكم الأعلى هو الدكتاتور يعني حتى بإيران من يحدث هذا الشيء ما يروح الولي الفقه إحنا مو بس ولا يتفقه إحنا زغادع للملاليم ونحنتوش هي هاي التفرح هو اللي حدث شنه اللي حدث هو الشياء يدري مرجعية سالبة دولة السلاح ومدمرتها ومخنتها أمام الحجد الشعبي زين فالحجد الشعبي جاي آخر حمد الشعق قادع وقاتل مسلحة شي سوي يقدر يحكي ذوله هو من الطب كان في تجمع عسكري كذا ما قدر يسلم على قادة الجيش اللي هم رمز البلد رمز الدولة الجيش لا يروح أول مرة يسلم ينحني أمام الفياضي ينحني أمام الحامري ينحني أمام الحود بعد ين يسلم على الجيش لأن يشقه الشك هذا يعمل العكس تمجيد الجيش العراقي الاحترام الجيش العراقي جزء من قرارات إيران والمرجعية يجب أن يذل هذا الجيش السعوب عنها هنا أيضا حسنا الداخلية الداخلية يستطيع أن تسوي أمام واحد وهو عدس واحد بعدها ويازوين يعني شوية عده علاقة يقال له تراني ذول الناس أهل الجادرية ذول يقدرون يوصلون صوتهم بهم ناس يعني حتى يقدروا يهددوا يرحوا الأمم المتحدة ها يا أم الأمم المتحدة فكل اللي سوادس خبر لمحمد رضاي تراني ما عندي خير رحلوح المقتدى أن يخلصنا قال لا 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 خليقلهم ودنهم خبر خليجون علينا يا هاي هذا العراق هاي اللي ما تجدون بها لأنه لا حاول ولا قوة نجربوه شي تهي حجد الشعبي الآن سايق بالحجد الشعبي يلزم عامر فوج يضربه بالقندرة بالعراق ما اللي قد رفك حق لها مصارت بالكوت من راحة واعتداء وكنائب اعتراض على اختيال مواطن 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 أنا جاء وكتبها على الياب شو طلع يا الحما وينكو دولة وينكو قضاء هاي مكيفين بيها هاي مؤلمة جدا وأنا أتمنى توسع بيها بس قلت لكم شوية الأمور يعني أنا مو بذاك المزاج أو يسمونها المودر اللي يخليني شوية أقسم لهم بالشكل المريح بنفس الوقت طلعت عندنا هاي القصيدة أو خلنسميها الردة اللطمية هي مو لطمية هما اللي ننواع الردات الحسنية كيف يسمونها قعدة أو كيف يسمونها لطم على الصدر هاي يسمونها قعدة ما كد أعدك على صدرك يعني ما ليك ثوب لهات هاي الحياة الرقطة حقيقة هي مو جديدة لكن رائع جدا وبهذا الوقت إنه لما نشرت ملايين ملايين الملايين صارت عند إذن اللي يقول لنا بأن أنتم ما تأثرون وما ترثون لا نأثر ذاك اليوم طلع هذا المعمم ممكن سالم دراجة كان قال الدولة شنو النفط للبغربة والجزائريين شنو النفط العراقيين شنو ما عرف أيش هذا يأكدنا هذا ما يقدروا ما يقدروا نقول له سكران ويقشمرون للناس البسطاء فطمطموها زين الآن هذا ساعدي رادود هذا ما يقدروا سكران نصر الحسينية وصب صورة طالب فأنا كان ودي أعلق عليها وأريد أعلق عليها لكنه مثل ما قلت لكم هذا الصوت لازم يلقف معه مادام الشعب هو قال وشغل بها راح نطلع الوثيقة أنا راح أطلع الوثيقة وأنا راح أثبتها وراح أرد بالرد الذي يجب أن يكون واضح ليش أقول الرد لأنه إذا طلعت أصوات كلاوتشية طبعا ما يخلون اسم المرجع قال ما تخلي اسم إنه المرجع صح قال أنفلوا النفط وأخذوا النفط بس هذا حكم الشارعي أولي جوا يا طروق إذا لم يطروا طرق طرق شون بلا فتش مانع شارعي والمرجع قال أنت مانع شارعي شوف تشذب طبعا لا لا هذا اللي يرد ما قد يخلي اسم ولا ما يخلي اسم المرجع تريد بالحلقة الجاية يمكن منتصف الأسبوع ما طول راح أطلع الرد اللاطمية خنا نسميها وطلع لكم الوثائق وطلع لكم هاي الأكاذيب أكاذيب جواب الصحيح لهذا العلكن طبعا جات بها عبارة بأنه هو يهندس له نعم أكو عالم حقيقة بروفيسور درس في الجامعة بكندا بأمريكا اسمه عبد العزيز ساني شاد هيوتي شاد هندي ومرة السستان يعني يبطل من الجامعة مثل الجلسة مالصدام بس ما قال له أطر كبيرة ربع وصل وكتب قال ابن السستاني هو المتحكم وهو المهندس وهذا بروفيسور عظيم ورفض قال له ما تلقي الجامعة وشري سوي سوي وطبعا هم طلعوا عليها ما طلعوا هاده لحاقصصرها حل وقتان ونهيئ لها زيان وطلع لكم أكاذيبهم وهي همينا من داخلهم يعني شو فيش سووا به ليش مسألة بسيطة لأنه قال رادي ساوبين ديانات الإبراهيمية وقال خنا نقبل شهادة المرأة مثل ما قبلنا شهادة حكيمة بولادة المهدي قال لك هسا تطعم الجامعة هسا تعوف العمل وإحنا نصرف القراتب باعوا نفط العراق هذا اللي كلهم را حاجع عليهم بس ما ترككم هيجين يعني غادركم بسرعة هاي الفترة اللي مرت نشرت بعض القصائد وهي الحقيقة متواضعة وبلا مبالغة ولدي الشهود انها ارتجالية يعني اكتبها وانجا اكتب يعني بدون مراجعات واضحها اجتني طلبات كثيرة البعض طبعا خاصة الأوبرايت الحقيقة لقى اعجاب شديد وحتى انه كثيرين من فنانين ادباء يعني عرفهم عرفين لهم قيمتهم طلبوا مني ان اكمل الأوبرايت وانا اكتب الابيات الشعرية اذا لقى تعجاب فمع طلبات انه خاصة للموال اللي نشرته ايش راح مفرداتها الأخيرة البعض خاف ما يقراها وجد طلبات كثيرة انا اقراها بصوتي لهم صوتي اليوم مدري شلونة خلص راح اكتب يقردني و اودعكم مراها بننتصر لسبوع احاول قريبا جدا ان اتكلم عن الذي طرحته باجاز ف خلي شوية بلش اقراهن راح ابدأ بالتي هي شوية بعيدة عن الذيول شوية يشبهها طراوة شوية خلينا نحطها بجانب الغزليات او او هي متغزلة الحقيقة اريد ازحف اريد ازحف لك انا ما اعرف اشلون يهلبتوا اهدي يعلمني زحف نعم ادرك بلت و الزحف ما يلوق للعمرة تعدى و قرب حتفة ولو عطشان بس ما ريد نهران يا عم اكتفي حتى بربع رشفة بعز الصيب وانا قل غيبي بردان شاب شباط قلبي شلون يتفى ما رايد تراني غير بس هاي عراقية تجي تلوليلي وقت اما على الدللول ما دام جبناها تخفى الدللول الولد يمني دللول دللول الولاية هديها كحلة العين يوم رفعت راس أمك يوم ومتشرين يوم يوم حسا لا افتب تلكم بانعارين هاي بيوم وحسا بيوت المراجع بس نساوي يوصيني 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 رخ الحبل بسانة رغما حشد وحشد رغم ناشح البعاني وعرف عدو خرط حشد جيوشة حشد من التحشيد يلم جيوشة الكترونية شديت ويكين نذل واليوم أيضا حشد مما عندنا اصبت العداء شديت ويا ولك ش عندك شديت ويا شديت ويكو النذل واليوم أيضا حشد ويكو العميل وزفر صاير ولائل قم تعرفون قم رأيين واجب علي فرضوا بواجباتي لقم لا قومن بواجبي بيدي لجيب الحجر والقم بحلقة ترس حلقة لقم محدهلك الوطن غير العجن والحشد وطيح الله حظهم اثنينهم مع السلامة وقريبا نشوفكم ثانا